وقدت وحدة من قواتنا المسلحة على ثلاثة إرهابيين قرب مفرقة الملح في منطقة محردة في حي الحاضر بالمدينة ألقت الجهات المختصة القبضة على إرهابيين أحدهما متخفة بزي امرأة في أثناء محاولتهما زرع بوى ناسفة أمام أحد المقار الحكومية ذكر مصدر في المحافظة أن الجهات المختصة ضبطت مع الإرهابيين حقيبة بداخلها 15 كيلوغراما من المواد شديدة الانفجار موصولة إلى بطاريات وعدد من الصواعق ومسدس حربي وكاتن صوت وأدوية مخدرة